هذه الاحتياجات أمور مثل الإسكان والغذاء أن نركز على طرق التدريس وما يقوم به المدرسون في الفصول. علينا أن نقدم الدعم للنجاح والتمويل الكامل للتعليم لذوي الإعاقة والبنية التحتية المطلوبة لتأمين الفصول والمدارس. أن تكون المدارس مركزا للإبداع والابتكار. نعرف أن القرن الحادي والعشرين المدارس غير كافية والشباب يمنهكون في اليوم الدراسي. ونحتاج إلى عدد من السياسات والتشريعات للتعليم العالي للتخفيف من الأعباء المالية والدعم المالي. نحتاج الوصول إلى الجامعات بشكل مجانية لعدد من التخصصات. البعض يدفع 25 ألف سنويا. وهذه أرقام كبيرة. وبالتالي نريد أن يتم تحديد الرسوم وفقا للدخل. وإعتماد على الدخل. إذا كان الدخل مرتفع يمكن الدفع هذه الرسوم. ولكن إذا كان الدخل منخفض يمكن دعم مثل هذه الرسوم. الخدمات العامة. والسماح للمدرسين بمواجهة دواهر مثل العنف المحلي والأسري. وأيضا رفع عبء الديون عن المدارس أيضا. وأن يكون الطالب مدين بعشرة آلاف. هذا رقم كبير. نحتاج إلى سبعة مليارات دولار في الجامعات وفي المدارس. هناك وظائف نحتاج إليها بأجور عجلة في المستقبل. هناك الكثير الذي يمكن أن نقوم به. يمكن أن نعول على اقتصادنا لتخفيف العبء عن الطلاب. نتأكد من أن الأسر لديهم القدرة لتوفير رعاية الطبية لصغار الأطفال. وهذا ما كنا نسعى إليه خلال فترة أوباما. وإدارة ترامب خلال الفترة الماضية لم تفعل ذلك ولكنها عملت على إضعاف النظام التعليمي. هناك أمور حساسة وضرورية علينا أن نعمل عليها. التعليم علينا أن نقدم الدعم المطلوب للتعليم. لهذا نحن الدولة الأولى في العالم لما لدينا من بنية تحتية في التعليم. لأن يكون لدينا المبادرة للقيادة وهذا ما أحاول أن أعلن عنه. أيضا أتحدث عن الوظائف القائمة في التعليم تحديدا وقطاع التعليم. المترجم ترجمة ringing اشتركوا في القناة